اشتركوا في القناة جردات ومسير أبو حمدية وأشرف أبو ذريع بسبب الإهمال الطبي والتعذيب خلال فترات متقاربة وهناك مخاوف من وفاة وشيكة لأسير آخر وهو سامر العساوي المدرب عن الطعام منذ تسعة أشهر متواصلة معي هنا في الستوديو معي أستاذ مراد أستاذ مراد الرجوب أحد الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية مرحبا بك أستاذ مراد ومعي أيضا أستاذ أيمن الشارونة أحد الأسرى أيضا المحررين مؤخرا من السجون الإسرائيلية مرحبا بك أستاذ أيمن بداية وقبل أي شيء تحية لكل أسير فلسطيني أعتقل في السجون الإسرائيلية أستاذ أيمن أبدأ معك أنت خرجت مؤخرا من السجن أبدأ معك من الحكاية ما هي حكايتك بالضبط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسي محمد صلى الله عليه وسلم بداية أنا تم الإفراج عني في صفقة وفاء الأحرار إلى الضفة الغربية ومن ثم بعد ثلاثة شهور أعود اعتقالي مرة أخرى على يد الاحتلال فمكثة حوالي 15 شهرا وضربت 261 يوم عن الطعام وتم الإفراج عني قبل شهر بفضله سبحانه وتعالى طبعا تم ترحيلي إلى غزة على رغم أنك من الضفة الغربية نعم من الضفة الغربية إبعاد نعم يعني الآن هناك إبعاد من الضفة الغربية لا تستطيع الوصول إلى هناك إلى غزة إلى عشرة أعوام مع الإقامة الجبري في غزة ولكن الحمد لله رب العالمين أنا أعتبر أنه غزي وطني وغزي أهلي وبيتي لا فرق بين الضفة وغزي نهاية من نسبة لي ولكن اسمحي هل هذه من شروط الصفقة يعني أن يتم إبعادك عن الضفة الغربية أنت مجبر على ذلك ضمن هذه الشروط نعم أجبرت طبعا أجبرت لأنه كان وضع الصحي سيء والنفسي سيء بعد ضراب 261 يوم كنت على وشك الموت ولكن الله سبحانه وتعالى منع علينا بهذه الصفقة وكانت بفضلها سبحانه وتعالى نصر عظيم لي وكانت تزيما للمحتل نعم أنتقل لك يا أستاذ مراد أنت أيضا ما هي قصتك بالضبط أنا أتقلت أنا زميلي أيمن في عملية ضد الاحتلال أمضيت في أسجن عشر سنوات تم الإفراج عني في صفقة وفاء الأحرار وتم إبعادي إلى غزة ومن ثم تم الإفراج عن أخي أيمن في نفس الصفقة إلى الضفة الغربية وبعد فترة ثلاثة شهور تم إعتقال مرة ثانية نعم أنت أيضا أستاذ أيمان يعني بقيت في السجون الإسرائيلية أيضا نفس الفترة تقريبا مدة عشر سنوات نعم عشرة سنوات وفي المرة الثانية حوالي سنة ونصف نعم كيف هي بقى المعاناة في السجون الإسرائيلية بدأت المعاناة طويلة في داخل الأسر لو بدأنا في اليوم الأسير يوم الأسير هو يوم عظيم بالنسبة للشعب الفلسطيني وخاصة للحرك الأسيري نتذكر في هذا اليوم العظيم إخوانا الأسرة الذين ما زالوا في داخل السجون وخاصة للإخوة المؤبدات والإحكام العالية الذي لم يحالفهم الحظ في صفقة وفاء الأحرار نتذكر عوائل الأسرة وهي المعاناة الأشد من معاناة الأسير يعني يوجد الآن في داخل السجون الاحتلال حوالي خمسة ألاف أسير ولكن يعاني خلف هؤلاء الخمسة ألاف أكثر من ثلاثين ألف فرد من أسر أهالي الأسرة نعم الوضع الصعب لا شك زفينا في هذا العام ثلاثة شهداء من الحركة الأسيري عرفات جردات وأشرف أبو ذريع وميسر أبو حمدي أبو طارق وكل هذا كان إهمال الطبي والآن المسيرة ماشية سنتلقى نبأ في الأيام القادمة عن استشهاد أحد الأخوة المضربين وخاصة سامر العساوي الذي الآن هو أكثر من مائتين واربعين يوم في الأضراب هل أنت كنت مع سامر العساوي؟ نعم أنا عشت أنا واسامر في الفترة الأولى من الإضراب ومن ثم تم فصلنا أنا ذهبت إلى مستشفى سروكا في بئر السبع وهو ما زال حتى الآن في مستشفى يبنى في تلبيب فعليها وضع سامر الآن الصحي سيء جدا يوجد أيضا هناك الكثير من الأخوة المضربين الضرابة الفردي على سبيل المثال أيما الشيخ أيمن أبو دهود وتم تحريره في صفقة وفاة الأحرار يوجد جمال النوري سامر البرق الجمال أبو الهجوة ومعه مجموعة أيضا مضربين وما زالوا في العزل أوضاع الأسرة صعبة جدا مصلحة السجون والشباك الآن يشن حرب شرسة على الأسرة تغطرس الاحتلال أو تماد الاحتلال بالاعتداء على الأسرة لأنه رأى باستشهاد ميسر أبو حمدي ما كان من الدول العربية والإسلامية والأجنبية أو العالم كله ردة فعل حقيقية على استشهاد ميسر أبو حمدي الرجل المسن الذي كان يعاني من السرطان كان عمره هذا الرجل أكثر من 65 عام وقد أمضى في السجن حوالي 11 عام فعليها كان الهمال الطبي هو العنوان استشهد وهو مقيد من يديه وقدميه على السرير وبعد عشر ساعات من استشهادي جاء ضابط ما يسمى بضابط الأمن أو من مصلحة السجون فقال الآن فكه القيد عنه بعد استشهادي بعشر ساعات فهذه يعني جريمي جريم مركبة الآن الاحتلال أيضا يمارس كل الضغوط على إخواننا الأسرة لكسر معنوية الأسرة وخاصة الإخوة في السجون المركزية فعليها إخواننا الأسرة يواجهون هجم شرسي يجب على العالم كله وخاصة على الجمعيات حقوق الإنسان وما يسمونه بأطباء بلا حدود أن يزوروا السجون وندعو من هنا إلى لجنة تقصي حقائق باستشهاد ميسر أبو حمدي وإن يدخلوا إلى السجون ويروا ظروف إخواننا الأسرة وخاصة أيضا يوجد عندنا أيضا مشكلة كبيرة الآن الإخوة الأسرة المعزولين لأن يوجد لنا أخين معزولين أو مجموعة من الإخوة لكن أقدمهم الدكتور درار أبو سيسي الآن درار أبو سيسي فقد الوعي أكثر من عشرة مرات في العزل الفرادي يعني لا يكلم أحد لا يرى أحد لا يزوره المحامي لا يزوره الصريب يعني مغيب عن العالم الخارجي نهائيا فقد وعيه أكثر من عشرة مرات أخونا عوض الصعيد الآن وضعه النفسي والصحي سيء جدا برضه في العزل له أكثر من عام الآن أخونا درار أبو سيسي له أكثر من عامين في العزل خواتنا الأسيرات وهي المعاناة الأكبر بالنسبة لنا الآن الأسيرات يوجد أكثر من 25 أسيرة فلسطينية في داخل السجون منها من هي بنت ومنها من تزوجها ويوجد أبناء وخلفها فيها البيت عليها يوجد قسم خواتنا الأسيرات وقسم الجنائيات الإسرائيليات في الجنب الثاني فعليها في كل دقيقة يوجد هناك إسعاج يوجد هناك مسابات الشتائم على الأسيرات الفلسطينيات والكلام البذيه باستمرار على خواتنا الأسيرات وأيضا عندنا مشكلة أيضا هناك في داخل السجون هي مشكلة الأشبال الذين تعتقلهم الاحتلال من عسر عوام واثناء عشر عام فهذه الكارثة يمارس عليهم كل الضغوط النفسية والجسدية يرعقونهم يعترفون بأشياء لم يفعلوها على الإطلاق من الخوف فعليها ندعو العالم كله أن يكون يوم الأسير يوم انطلاقة جديدة لإنهاء معاناة أهل أخواننا الأسرة وخاصة نحن في الشعب الفلسطيني والحركات المقاومة الإسلامية ندعوها لإنهاء معاناة أخواننا الأسرة طبعا نتضامن معكم في كل هذه الدعوات أستاذ أيمن ذكر كلمة كل هذه المحاولات من أجل كسر الإرادة الفلسطينية ولكن هل برأيك كل هذه المحاولات من جانب سجون الاحتلال الإسرائيلية هل من الممكن بالفعل أن تنجح في كسر الإرادة؟ الإرادة الفلسطينية لن يستطيع كسر الإحتلال حيث بالرغم من هذه الممارسات التي تشن على الأسرة الفلسطينيين وبالأخص تتجسد معاناة هؤلاء الأسرة منذ بداية اعتقالهم حيث تقوم قوات الاحتلال باعتقال الأسير وبالتعدي على عائلته أثناء الاعتقال وتقوم بالتعدي بالضرب المبرح على الأسير واقتلادي إلى جهات التحقيق وفي أثناء التحقيق يشنون علي حرب نفسية وحرب جسدية بإدخاله إلى زنازين مظلمة الإضاءة فيها قليلة جدا وتكون فيها الرطوبة نسبة الرطوبة عالية بحيث أن هذه الرطوبة تتغلغل إلى عظام وأجساد الأسرة وهناك عدد كبير من الأسرة في داخل السجون يعانون من ألام في العظام وفي المخفاصل وهناك إهمال طبي كبير ومتعمد من قبل قوات الاحتلال ضد أسران البواسل كل هذه الممارسات التي استشنوها قوات الاحتلال على أسرانا لن تنال من عزيمتهم ولن تضعف إرادتهم بل بالعكس تزيدهم قوة وصلابة في وجه هذا المحتل سيد أيمان ما هي آخر معلوماتك فيما يخص الصفقات التي من المفترض أن يتم عقدها مع الجانب الإسرائيلي للإفراج عن المزيد من الأسرة خاصة الأعداد ربما في تسايد ربما تصل إلى خمسة آلاف أسير فلسطيني حتى الآن السفقات مع السلطة الفلسطينية أم مع المقاومة؟ أنت كيفما تشاء؟ إذا كان لديك أي معلومات عن السفقات الجديدة التي من الممكن أن تكون مبرمأ الآن مع الجانب الإسرائيلي للإفراج عن عدد آخر من الفلسطينيين نعم الآن على الصعيد الوضع السياسي لا يوجد أي اتفاق أو لا يوجد أي صفقات نهائيا تتحدث السلطة الفلسطينية بأن هناك سيكون لقاء رباعي أمريكي أردني إسرائيلي فلسطيني في الأردن وسيكون في هذا اللقاء سيطلق صراحة دفعات من الأسرة نتنياهو هل أنتم تعولون عن هذا اللقاء؟ أنا شخصيا لا أعول نهائيا وأنا ضد أوسلو وضد أي جلسة مع الاحتلال ولكن إذا كان هناك أي جلسة لإنهاء معاناة الأسرة فنرحب فيها ولكن نحن لا نعول عليها نهائيا في حركة المقاومة الإسلامية حماس على الرغم متأكدين مئة بالمئة بأن الاحتلال لن يطلق صراحة الأحكام العالية والمؤبدات على سبيل المثال أنا أتحدى العالم كله أن يجلس أبا مازن مع نتنياهو بل يقرب أبا مازن فلسطين كل فلسطين قربانا للاحتلال هل سيطلق الاحتلال نتنياهو حسن سلامي جمال الهور إياد مسالمي عباس السيد هل سيطلق مروان البرغوثي الذي هو من الفتح هل سيطلق صراح أحمد سعدات على الإطلاق نهائيا الآن يدعي أبا مازن أو يتحدث أبا مازن بأنه هناك أو مطلب لأبا مازن بإطلاق صراحة المئة وعشرين أسير القدامى ما قبل أوسلو أو في اتفاق يدعي بأنه هناك اتفاق نحن نتحدى في حركة المقاومة الإسلامية حماس إذا أبا مازن يجلس مع الاحتلال ويتم إطلاق صراحة الأسرة يوجد لحماس أسير واحد أو أسيرين من القدامى محمود عيسى له الآن أكثر من عشرين عام ومكثة في العزل أربعة عشر عاما نتحدى كل العالم أن يطلق صراحه لن يطلق صراح هؤلاء الأسرة على الإطلاق إلا بالمقاومة وطريقة المقاومة الآن واضحة أمام العالم تم بفضل سبحانه وتعالى إبرام سبطة مشرفة ويسبقة وفاء الأحرار التي حرر فيها أكثر من ألف وخمسين أسير وأسيرة وكانت بفضلها سبحانه وتعالى نصرا عظيمة كانت على أرض فلسطين هي السابقة الأولى طبعا أطلق صراح أكثر من مئتين وخمسين مؤبد وأكثر من مئتين أحكام عالية من عشرين وفوق بفضل الله سبحانه وتعالى كان كل هذا نصر وتمكين وسيكون أطلاق صراح إخواننا الأسرة على المؤبدات والأحكام العالية بفضل الله سبحانه وتعالى على أيدي المقاومة على أيدي كتاب الشهيد عزيزي دين القسمة جميع الشرفاء إن شاء الله رب العالمين لأنه لا نعول كثيرا على الموقف السياسي نهائيا هذا فيما يخص صفقة جلعات شليت لكن أيضا فيما يخص المقاومة هنا أتحدث هل هناك صفقات جديدة من الممكن أن يتم إبربها في الفترة المقبلة وهل هناك ورق من الممكن أن تلعب بها المقاومة حتى الآن لا يوجد لدينا أي معلومات إذا كان يوجد هناك ورق على الحديث يدور حديث كثير في هذا المجال لا ننفي ولا نؤكده ولكن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك الأوراق الكثيرة إن شاء الله يكون هناك الصفقات ونتمنى أو ندعو وأملنا بالله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا العام هو عام البشرى وعام التحرير الأسرة وسيحرر الأسرة بمشيئة الله سبحانه وتعالى على الصعيد المقاومة وكتاب القسام بالذات هي تعمل ليلة نهارا لإنهاء معاناة إخواننا الأسرة بالنسبة لنا كإسلاميين التحرير الأسير أفضل عند الله وأشرف عند الله من تحرير المسجد الأقصى وسيحرر المسجد الأقصى بمشيئة الله بعد تحرير هؤلاء الأبطال وسيكون قريبا إن شاء الله نعم أعود إليك مرة أخرى أستاذ مراد هل بصفة فلسطين ودورها الجديد في الأمم المتحدة كدولة مراقبة هل من الممكن أن ننتظر أكثر خاصة فيما يخص هذه القضية قضية الأسرة الفلسطينيين نأمل ذلك لكن من خلال تجربتنا مع الاحتلال أن هذا الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة ولغة المقاومة وأسرانا لم يتم الإفراج عنهم إلا بصفقة مماثلة صفقة وفاء الأحرار هناك من أسرانا قد تجاوز ثلاثين عاما في داخل السجون والأمم المتحدة وجمعيات حقوق الإنسان لن يذكرون ذلك نهائيا بالمقارنة مع الجندي المخطوف الذي كان في غزة كل منظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر وكل من يدعون حقوق الإنسان تضامنوا معاه ووقفوا ضد الشعب الفلسطيني بينما أسرانا داخل السجون لا أحد يذكر أسير فلسطيني قضى في داخل السجون ثلاثين عام هناك في صفقة وفاء الأحرار تم الإفراج عن أسير أمضى ستة وثلاثين عام داخل العزل الإنفراضي في زنزانة لوحده تم الإفراج عن أسرى أمضى أربعة وثلاثين عام تم الإفراج عن أسرى أمضى ثلاثين عام نسبة عالية من الأسرى تم الإفراج عنهم أمضى من فوق العشرين عام نسبة عالية جدا كانت محكومة بالمؤبدات وبالسنين الطويلة تم الإفراج عنها فمن خلال تجربتنا لن يكون هناك أي إفراج عن أسير كما يدعي الاحتلال أنه قتل يهود أو أيديه ملطخة بالدماء إلا بلغة القوة وبلغة الخطف وخطف الجنود والضباط الصهاينة بذلك يتم تحرير أسرانا من داخل السجون الاحتلال نعم نتقل لك أستاذ أيمن فيما يخص الأمة العربية والأمة الإسلامية ماذا تطالبون منها وهل يعني وقفتها مع الأسرى الفلسطينيين ترقى إلى مستوى المعاناة الذي يعاني منها الأسير الفلسطيني داخل السجون الإسرائيلية نعم هي لا ترقى إلى المستوى المنطوب نهائيا وهي وقفة خجولي والأسف الشديد دائما نطالب الدول العربي والإسلامي والغربية أيضا وجمعيات حق الإنسان والضمير وكل هؤلاء الناس الشرفاء في العالم لأن يقفوا بجانب الشعب الفلسطيني بداية ومن ثم إلى جانب أخواننا الأسرى أخواننا الأسرى يعانون يموتون في اليوم ألف مرة يعني كما تحدث الأسير لا يعاني لوحده الأسير تعاني عائلة كاملة تعاني عائلة من عشرين من عشرين نفر تعاني خلف هذا الأسير معاناة الأهل على الزيارات أيضا ربما تجاوزنا هذه النقطة ولم نتحدث فيها هي أشد من معاناة الأسير أشد من معاناة الأسير المعزول تأتي الوالدة أو الأخت أو الزوجة إلى الزيارة أو البنت تفتش على محسيم أو على المواقع العسكرية الإسرائيلة تفتيش بالعاري تهان الزوجة تهان الأم تهان الأخت وربما تكون الوالدة أكثر من خمسين وستين عام يفتشونها تفتيش عاري الإهانات الانتظار داخل الزيارة وكل زيارة أقل من أربعين خمسة أربعين دقيقة وعلى زجاج يعني لا يستطيع أي إنسان أن يلمس يد ابنه أو زوجته أو أمه أو أخته على الإطلاق نهايا المعاناة الشديدة نحن طالب العالم كله بأن يقف إلى جانب أسرانا وكل هذه المطالبات أنا أتوقع أنه لن يكون لها ثمرة إلا أن يكون هناك وحدة وطنية بداية في داخل الشعب الفلسطيني ومن ثم الشعوب اليوم متجرد من الأسف شديد لا يوجد نصير للشعب الفلسطيني كان هذا سيكون سؤالي التالي طبعا المطالبات هي حق لكم ولكن يعني الآن وأنتم عانيتم داخل السجون يعني الآن هل يجب أن يكون من الأجدى أن يكون هناك منظمات حقوقية من داخل الشعب الفلسطيني تتواصل مع النظمات الحقوقية الأخرى حتى يكون هناك مطالبات أكثر من جانب الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن هؤلاء الأسرى الفلسطينيين ماذا تفعلون في هذا الجانب؟ أخت العزيزي على سبيل المثال طالبة السلطة وطالبة كل الدنيا بإطلاق صراحة شهيد ميسر أبو حمدي عندما أعلن الاحتلال بأنه الآن في وضع خطير وكان الاحتلال يعلم ويدرك بأن هذا الرجل سيستشهد عن رغم الاحتلال عنده معلومة من قبل بأن السرطان له أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات مع الأخ ميسر أبو حمدي طالبة السلطة بكل قوة السلطة طالبة تصلوا على الأمريكان الأمريكان من حكم على الإسرائيليين والأسرى الشديد لم يطلقوا صراحه فكيف أن يطلقوا صراح هؤلاء الرجال المؤبدات والأحكام العالي مثل عبد الله البرغوثي وإبراهيم حامد مثل هؤلاء المحكمين بالمؤبدات يعني إبراهيم حامد محكوم 5400 سنة يعني من المعجزات أن يطلقوا صراحه في المسيرات أو احتجاجات أو الجمعيات أو ذهاب أبا مازين للأمم المتحدة للأسف شديد أو العضو الفلسطيني في الأمم المتحدة الغير مراقبة يعني الأسف الشديد لم يتم هذا إلا بأسر الجمود وهذا أملنا وهذه كل أمنية الأسرة وأهل الأسرة لا يوجد أي طريق أخرى نهائيا ربما الأحكام الخفيفة والأحكام البسيطة جدا ربما يعني يطلقوا صراح هؤلاء الناس إلى أبا مازين في الأيام القادمة إذا صار أي حديث ما بين أبا مازين ونتنياو أما الأحكام العالي والمؤبدات ومعاناة الأسرة لن تزول إلا بإزالة الاحتلال وخطف الجنود ما شئت الله سبحانه وتعالى نعم المقاومة يا أستاذ موراد يعني هي السبيل الوحيد ربما الإطلاق صراحة الأسرة الفلسطينية وفي هذا اليوم ربما يكون هناك تضامن أكبر ما بين الشعب الفلسطيني ويعني تثبيت على فكرة المقاومة كيف سيكون ذلك أولا نحن نوجه رسالة للمقاومة أن أسرارنا لا يخرجون إلا بصفقهم مثل صفقة قلعات شليت ونحن كأسرة تم الإفراج عننا من خلال صفقة وفاء الأحرار لن تكتمل فرحتنا إلا بخروج زملائنا من داخل القيد وأقول لإخواننا الأسرة أن كتائب القسام لن يغمض لها جفن ما دمتم داخل السجون الاحتلال وستعمل بكل قوتها لإخراجكم لكن إخواننا في كتائب القسام يريدون وقفة من الدول العربية وقفة جادة من جميع العالم العربي إلى جانبهم في حالة أي عملية لتحرير أسرارنا نعم سيد أيمان إذا كنت تريد توجيه رسالة إلى السلطة الفلسطينية أيضا إلى المقاومة هي رسالة التي تريد أن توجهها يعني بدأتنا الرسالة إلى السلطة الفلسطينية إذا لم تستطيعوا إطلاق صراح أسرانا أو أسرى شعب الفلسطيني فعليكم أن ترفعوا أيديوكم وتكفوا عن ملاحقة المقاومة هناك في الضف والإسرائيليين يدركون ويعلمون بأن المقاومة ما زالت موجودة في الضف ولكن للأسف الشديد حراس الاحتلال وهم الأجهز الأمنية هناك هي التي تمنع العمل العسكري وبالذات خطف الجنود عليها من هنا نوجه رسالة لأخواننا في المقاومة وخاصة في كتاب شهيد عزي الدين القسام عليكم إخواني بإنهاء معاناة إخوانكم الأسرى وقد أخذنا منكم البيعة وقسم بأن تنتهي بمشيئة الله في القريب العاجل معاناة إخواننا الأسرى لأن الأسير لا يعاني وحده الأسير يعاني وهو عائلته وخاصة الأسرى المرضى الأخوة الأسرى الذين مصابون بالسرطان وجد 25 أسير مصاب بالسرطان الأخوة المعزولين الأخوة المضربين أخواتنا الأسيرات الأشبال ندعو الله سبحانه وتعالى وندعو أخواننا في المقاومة أن يكون هذا العام هو عام التحرير على غرار صفقة وفاء الأحرار وستكون صفقة وفاء الأحرار رقم الثين قريبا إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله أستاذ مراد أيضا ما هي الدعوة التي توجهها للجامعة العربية والأمة العربية والإسلامية فيما يخص هذا الموضوع والدعوات لإطلاق صراحة الأسرى الفلسطينية الدعوة ووجهها إلى الجامعة العربية والجميع الدول العربية بالوقوف إلى جانب أسران البواسل في داخل السجون الإسرائيلي موقف جاد لا موقف منحاز تجاه مواقف الاحتلال كما رأينا في صفقة كما رأينا في أثناء خطف الجندي قلعاد شليت هناك بعض الدول بعض رؤساء العرب طالب بالإفراج عن هذا الجندي مقابل بدون أي ثمن نطالب هؤلاء الدول العربية وجميع هؤلاء الحكام بالوقوف الوقفة الجدية والوقفة الحقيقية إلى جانب أسرانا لإنهاء معانتهم من داخل سجون الاحتلال نعم سيد أيمان أنتم تم الإفراج عنكم ولكن أيضا كانت هناك شروط لهذه السفقة أنتم غير قادرين للوصول إلى الدفع الغربية ماذا عن عائلتكم؟ والعائل أتتني الودي بفضل سبحانه وتعالى وأثنين من أشقائي ولكن أعادوا إلى الضف هل مسألة وصولهم إلى غزة كانت مسألة سهلة؟ لا والله صعب كان العبور إلى الأردن من الأردن إلى مصر ومن ثم إلى غزة فيوجد الآن صعوبة يوجد الآن منع من الاحتلال لأحد الزوجات والأبناء ربما يتأخروا إلى ما بعد العيد ندعو الله أن يكونوا عندنا في القريب العاجل إن شاء الله ولكن سيأخذ وقت إلى ما بعد العيد إن شاء الله نعم سأعود لك أستاذ أيمان ولكن اسمح لي أن هناك خبر عاجل فقد نفى مصدر عسكري للجزيرة مباشر مصر ما أذعته الشرطة الإسرائيلية بإطلاق ثلاثة سواريخ من شبه جزيرة سيناء على إيلات في جنوب إسرائيل صباح اليوم وأوضح المصدر أن هناك إجراءات أمنية مشددة في المنطقة بين طابة ونويبع بجنوب سيناء وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت إن ثلاثة انفجارات وقعت في مدينة إيلات جنوب إسرائيل اليوم بينما وصف راديو إسرائيل بأن هذا الهجوم هو هجوما صاروخي قادم من سيناء ولم تعرف بعض الخسائر الناتجة عن هذا الهجوم سواء البشرية أو المادية للمزيد من تفاصيل حول هذا الخبر العاجل معي من هناك من جنوب سيناء الصحة في حمادة الشوت في حمادة يعني ما تفاصيل هذا الخبر سوزان تفاصيل الخبر رجعت عبر المواقع والصحف الإسرائيلية ورديو صوت إسرائيل اليوم الذي أزاع في حبر عاجل ثقوط ثلاثة صواريخ على مدينة إيلات الإسرائيلية القريبة من منتج عطابة المصري ولم تعلن بعد الخسائر المحددة قالت أيضا في تقرير نشر صباحا اليوم في الساعة السابعة من صباحا اليوم بأن الصواريخ أطلقت من شبه جزيرة سيناء ولم تعلن بعد الخسائر لكن سوزان هناك مصدر عسكري قد أكد الجزيرة مبشر مصر منذ قليل أن هذه الإدعاءات غير صحيحة وأن هذه السواريخ لم تطلق من شبه جزيرة سيناء ولم تطلق من جنوب سيناء على التحديد لأن الحدود بين مصر وإسرائيل في منطقة جنوب سيناء ولا سيما في منطقة طابة وصحراء النقب هي عبارة عن حدود طبيعية جبال مرتفعة لا يمكن لأي أحد تتسلق هذه الجبال دون أن تره قوات حرص على الحدود المصرية أو الإسرائيلية أيضا سوزان قيل أن السواريخ التي أطلقت جزء منها على ميناء العقبة الأردني أو مدينة العقبة الأردنية لكن هذه المعلومة كاذبة تماما أيضا فقد أكد لي رمضان محمد رمضان مدير الجسر العربي بنويبع أن الحركة الطبيعية تعمل داخل بين ميناء نويبع النصري وبين ميناء العقبة الأردني وأنه لا توجد أي سواريخ وقعت في ميناء العقبة الأردني لكن بالرغم من هذه الأدعاءات الكاذبة إلا أن الشرطة المصرية في جنوب سنة قد أعلنت حالة التأهب القصوى وتقوم بمسح المنطقة الوقعة بين صابة ونويبع وبين صابة وصحراء النقب لرصد أي تحركات غريبة لكن حتى الآن سوزان لم يتم رصد أي تحركات وقد نفى محافظ جنوب سنة اللواء خالد فودا لهذا التصليح الذي أزعته الصحف الإسرائيلية صباحا اليوم وقال أن هذه الادعاءات إسرائيل اعتدت على إطلاقها في مثل هذه المواسن خاصة أن الموسم أزميح يشهد رواجا كبيرا في محافظة جنوب سنة وهناك إقبال كبير من السياح بعد امتعادة الأمن في جنوب سنة لكن أيضا هذه المعلومات هي معلومات أولية سوزان وحتى الآن لم يتسننا التأكد من صحاتها لكن هناك تحقيقات تجرى الآن وهناك تحركات للقوات الأمنة المصرية في مطيقة طابع ونويضة لرصد أي تحركات غريبة في هذه المطيقة لكن حتى الآن هذه هي معلومات أولية وكل المعلومات تؤكد أو تنفي أن السواريخ أطلقت من شبي جزيرة سيناء باتجاه إسرائيل نعم يعني حمادة تبقى لما فهمت منك أنه بالفعل هناك انفجارات ولكن كل اللغة وكل الشك من أين أتت هذه السواريخ نعم سوزان العام الماضي أيضا كانت هناك سواريخ قد أطلقت على إليات وقيل في وقت سابق عن طريق الشرطة الإسرائيلية وأجهزة الأمن الإسرائيلية أن مصدر السواريخ هي مدينة نويبع بجنوب سيناء ولكن هذه الإدعاة أصبحت كانت كاذبة تماما ولم تعلم إسرائيل أيضا الجهة التي أطلقت منها لكن في تقارير لاحقة قالت أن السواريخ أطلقت من مدينة العقبة من أردن لكن حتى الآن لم نتعكد من خطك هذه المعلومات وجارع التحقق منها لكن هناك معلومة سوزان أريد أن أوضحها للجزيرة مباشرة من فالطابق البري يعمل الآن بصورة طبيعية هناك حركة طبيعية بين إليات الإسرائيلية وبين طابق هناك سياح يأتون ويغادرون بين طابق ونويبع الحركة ما زالت طبيعية ولم تتأثر على الحركة نتيجة لإطلاق هذه السواريخ سوزان نعم شكرا جزيرا لك كان معي الصحفي حمادة الشوتفي من جنوب سيناء مشاهدين الكرام أذكر مرة أخرى بالخبر العاجل والذي جاء توا فقد نفى مصدر عسكري للجزيرة مباشر مصر ما أذعته الشرطة الإسرائيلية بإطلاق ثلاثة سواريخ من شب جزيرة سيناء على إليات في جنوب سيناء صباح اليوم وأوضح المصدر أن هناك إجراءات أمنية مشددة في المنطقة بين طابة ونويبع بجنوب سيناء وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قالت أن ثلاثة انفجارات وقعت في مدينة إيلات جنوب إسرائيل اليوم ووصف راديو إسرائيل بأن هذا هو هجوم سالوخي قادم من سيناء ولم تعرف بعد الخسائر الناتجة عن هذا الهجوم سواء البشرية أو المادية وذلك تبقى طبعا للرجو الإسرائيلي تبعنا هذا الخبر أيضا مع الصحفي حمادة الشواتفي من هناك والذي أكد أن الأحوال طبيعية خاصة بين إيلات الإسرائيلية وطابة وأن ليس هناك أي تقارير تؤكد أن هذه السواريخ من سيناء حتى الآن أعود مرة أخرى مشاهديا كرام إلى ديوفي وأيضا نعلق على هذا الخبر أستاذ أيمن كيف تعلق على ما جاء في هذا الخبر العاجر والله إحنا دائما في فضل سبحانه وتعالى ندعو أن تدمر دولة الاحتلال ولكن إذا كانت يوجد هناك تهدى وبداية كانت سوريخ من قطاع غزة ندعو أن الجميع تلزم بهذه التهدى وخاصة لا تكون البداية من غزة أما إذا كانت من أي منطقة ثانية من الأردن أو من شبه الجزيرة للصحراء فندعو أن يكون هناك توافق أو إنهاء لهذه الأزمة لا نريد أن يكون احتلال دائما أن يهدد العالم الجران بالذات أو الجران فلسطين بأنه دائما يعتدى عليه وهي لا تؤثر فيه أي شيء إن كان هناك اعداء يجب أن يكون اعداء حقيقي على هذا الكيان لأنه دائما يتذرع ويبكي إلى العالم بأن الصواريخ تسقط عليه وبدون أي خسائر بشرية أو مادية وفي النهاية يكون العقاب ربما للشعب الفلسطيني نعم دائما للشعب الفلسطيني وبالذات إلى المجاورين لفلسطين من الذين أطلقوا الصواريخ نعم أسألك فيما يخص أنت الآن غير قادر للوصول إلى الضفة الغربية كيف هي الأحوال مع العائلة بالنسبة لخصوص طلق الصواريخ على هذا المحتل هذا الصباح نحن كأسرة فلسطينيين من خلال معاناتنا مع هذا الاحتلال نبارك أي عمل ضد هذا الاحتلال أما بخصوص موضوع معانات أهلي أنا تم الإبعادي إلى غزة بشكل دائم وهناك زيارات بيني وبين أهلي وتواصلي هل استطاعوا الوصول إلىك في غزة؟ استطاعت أمي وأخي فقط الوصول أبي ممنوع هل كانت هناك معاناة من جانب الضفة الغربية الوصول إلى غزة؟ معاناة شديدة يتم الخروج إلى الأردن ومن ثم الأردن إلى السفر إلى مصر ومن ثم إلى رفح ودخولهم إلى غزة لكن أبي منع بشكل نهائي من خروجه إلى الأردن وحتى أنا فترة العشر سنوات التي أمضيتها تاخل المعتقلات الاحتلال لم يسبح لأبي بزيارتي نهائيا دائما يتم رفضه ولم يعطى أي تصريح لزيارتي وحتى الآن هو ممنوع من زيارتي ومنوع أن يخرج من خارج الضفة الغربية لزيارتي وهذا هو نوع من العقاب إلى أهلي وإليه بالذات شخصيا لكن هذا الأمر لن يطول ورغم الأن في الاحتلال سنجتمع وصار أهلي جميعا ولن يكسر الإرادة الفلسطينية إن شاء الله يعني حمد الله على سلامتكم من الخروج من السجون الإسرائيلية نتمنى لكل الأسر الفلسطينيين أن يخرجوا ويتمنى أن يكون هناك تضامن أقوى من كل الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي مع الأسر الفلسطينيين أشكركم شكرا جزيلا في نهاية هذا اللقاء كان معي أستاذ مراد الرجوب أحد الأسر المحررين من السجون الإسرائيلية وأيضا أستاذ أيمن الشرونة أيضا أحد الأسر المحررين مؤخرا من السجون وكنت أحد المضربين عن الطعام لأيام طويلة جدا أشكركم شكرا جزيلا وحمد الله على سلامتكم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام أتابع معكم هذا العرض المترجم للقناة